السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم جميعا ففيديو جديد لا تنساني فاشتراك وعمل اعجاب وتفعيل الجرس تشجيعا لنا للمزيد ان شاء الله ينتمي النمر بالانجليزيات اليوبارد الى طائفة الثدييات وفصيلة السنوريات وجنس النمور الذي يضم بالاضافة للنمر كل من الاسد واليغور والببر واحد اثنان ويعيش النمر في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي اجزاء من شمال وشمال شرق افريقيا ويمتد نطاق وجوده من ايسيا الصغرى عبر ايسيا الوسطى والهند الى الصين ومنشوريا ثلاثة فيما يأتي اهم المعلومات حول حيوان النمر الجسم يتميز النمر بجسم طويل وارجل قصيرة نسبيا ورأس عريض وجمجمة ضخمة واذن صغيرة مستديرة وشوارب طويلة وحواجب طويلة الشعر لحماية العينين اثناء التنقل بين النباتات الكثيفة ويغطي جسمه غيطاء ما بين اللون البني الفاتح الى البني المائل لسمرة وتنتشر عليه بقع سوداء على شكل حلقات او وريدات ومع ذلك يوجد نمور لها غيطاء اسود ينتشر عليه البقع المميزة للنمور أربعة خمسة الحجم يعتبر النمر اصغر افراد جنس النمور حيث يتراوح طول جسمه بين 92 الى 190 سم ويتراوح طول ذيله ما بين 4 و6 الى 99 سم ويتراوح وزن الذكر ما بين 36 الى 75 كغ في حين تزن الانثى ما بين 21 الى 6 كغن 1-6 السلوك يحب النمر العزلة ولا يلتقي بغيره الا في موسم التزاوج وتربية الجراء ويقضي النمر نهاره وهو مستلقي على الصخور او على الاشجار وحين يواجه النمر تهديدا يمد ظهره ويضغط على القفص الصدري لابراز لوحي الكتف ويخفض رأسه كما تفعل القطة تماما 1-6 المهارات 2-6 المهارات يتميز النمر بقدرته على الركض بسرعة 58 كم الساعة كما انه ماهر بالسباحة والقفز ولديه القدرة على تسلق الاشجار العالية حتى وهو يحمل فريسة اثقل واكبر منه وهو ما يفعله لابقاء فريسته في مأمان منه الحيوانات المفترسة الاخرى مثل الاسود والضباع ومن الجدير بالذكر ان النمر لا يستطيع النزول من الاشجار ورأسه متجه للامام لانخفاض مرونة كاحليه 1-7 صغار النمر تلد انثى النمر عادة 2 إلى 3 جراء بعد فترة حمل تستمر من 3 إلى 3.5 شهرا ويكون صغير النمر عند الولادة مغلق العينين ومغطن بشعر خفيف ويتراوح وزنه ما بين 500 إلى 600 غم 7-7 الغذاء وطارقة الصيد 8-7 ينشط النمر للصيد ليلا ويمكن ان يصطاد فريسته وهو على الاشجار كما يمكنه ان يتسلل بين الاعشاب وهو منحني على ارتفاع منخفض ويباغت فريسته بعضة واحدة على الرقبة فيكسرها ويمكن ان يتغذى النمر على ايه حيوان يصادفه بما في ذلك غزال طمسونة وأشبال الفهود والقرود وخنازير تؤلولية والطيور الكبيرة والثعابين والبرمائيات والأسماك 6-8 المخاطر المعرض لها النمر 7-8 تتناقص أعداد النمر في أماكن انتشارها بسبب فقدان الموائل وتعرضها للصيد للتجارة وللحصول على الفراء ولحماية الماشية من هجمات النمر 7-8 كما ان صغار النمر تكون عرضة للافتراس من الاسود والببور 8-8 والضباع المخططة والكلاب البرية الافريقية 4-8 التميز بين النمر والببر يعد الببر بالانجليزية 9-8 تايجر حيوان له جلد مخطط يعرفه الكثيرون باسم النمر لعدم اجتهار اسمه الصحيح وهو الببر 1-2 سلالات النمور يوضح الجدول الآتي السلالات الفرعية للنمور وموطنها الأصلية 4-4 السلالة الاسم العلمي الموطن 5-8 النمر الافريقي 5-8 نمر العربي 6-8 نمر الفارسي 6-8 نمر ساكسي كالر 7-8 نمر يوان 7-8 نمر جاوة نمر 7-8 نمر الهندي 8-8 نمر القديم 8-9 نمر الهندي 9-9 نمر солي 10-10 نمر جاوة نمر 11-10 نمن 10 نمر 11-11 نمر وشمال شرق الصين المراجع هل كان المقال مفيدنا؟ نعم لا